يا مساء الخير أهلاً لكم أحبايبي برج الجوزاء يجب أن يطلع من الحطار هل تفعل أيضاً؟ أنت بحيرة أسلوب حياتك بالنسبة للجوزاء لا أسلوب حياتك لا أسلوب حياتك أول شيء الجوزاء لا يشرق أو يمكن أن تكون هذه الطاقة عدد كما قلنا أو ما زل بيمر بيها أو يحسس بيها جوزة لو يريني النبي أنا بطقطع بصوا لا خلاص أنا تعبت أنا يقست كل ده أنا محاط بشأن لما تغبيئ محاط بكل شيء صعب وسلبي وكل شيء كل شيء محتاجة مني يعني لو أنا مفهولة أبزل يعني عشرة يعني مجهود معي أنا لازم أبزل مية طب ليه؟ كثير يعني أشعر أن أرهق وستنفس واتعب طيب بالروحة كده على نفسكم واحدة واحدة الأحساس ده لا يفيد ومش هيتتنم أي حاجة خالص أنك تقعد في الأرض واتعيت على نفسك واتعيت على حالك لا 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 سمسوري ده مش هيتفعل بحاجة خالص تماما أنت بحتاج تعمل فرش ستارد والفرش ستارد ستحصل بحالة واحدة فقط نكرت اجري واجري ما هي المشاكل يا جماعة لازم تتحدي لا 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 مين قال كده؟ مش يازم تتحدي اعتزل ماء أذيك يا حبيبي رتب النقا وشرخ واشرخ امشي صحابك عامل لك مشاكل أهلك عامل لك مشاكل مش معنى ما كده انا بتقطع من طبعا امشي اللي عايز تتخالي انتوا بقع ايه كبيرون خلينها لوحدكم وحكولي ما حصل او ياريت ما تحكوليش مش عايز اعرف مصر يعني انت ممكن تشوفه هو مش هروب كده مش هروب لا 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 ده انا ابتديت اخرب من نفسي ابتديت نفسي خلاص لا انا بعمل كده عشان انقذ نفسي ابعد ابعد صحابك عاملين مشاكل يعملين لك مواضيع شغلك في مشاكل حتى تخد اجازة امش لا كده كده كتير قوي عليك كويس فانت لو مشيت هتبتديت تحس الدنيا بتدت تهدأ وابتديت انت تستقر عقليا وتستقر نفسيا وتستقر نفسي وتستقر نفسي وابتدي بقى اعمل انت هنا ضعيف انت ضعيف انت لا قادر تفكر ولا قادر تتصرف ولا قادر تدافع تمام انت محتاج الفصلة دي عشان تبتدي بقى ايه ترجع لك بقى تعالوني بقى تعالوني بقى ميتين عايز ايه تمام انت محتاج الفصلة دي افصل اشيل الكوبس تمام وهترجع تدافع كويس جدا وهتسبت اهورك حلوة قوي 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 ما شاء الله انت معك اخطأ الكاركتة التي ظهر عنده الثور انت بيقفل مسألة كتبتلكم انت تحت بعض انت حتقسم الموضوع ده انت ومش هرجع له تاني وما حدش يفتح الموضوع ده معي تاني او ما حدش يدخني في الموضوع ده تاني ففيه خلاص قرار بيتاخذ من الجوزاء وكما قلنا ، هذا هو معافية البوزة التي كانت بيعانية حاجة نفسية أو جثمانية تعاملها من حاجة بعينة يمكنها بصحوة ، يتعافى إن شاء الله منكم كمان فيه كمان عندك إيه بقى ماشاء الله كمان فيه تدور أو فيه حركة في حياة الزوزات دلوقتي إن الأمور اللي كانت متعطلة أنت كنت تشتكي منها كل حاجة وقفة كل حاجة فيها معانية كل حاجة فيها مشاقة المواضيع ستبدأ بقى فيها نسيابية قليلاً سأقول إن شاء الله المواضيع ستحسوا من نهاية الشهر ستتحركوا هاي ، عارفين لي ؟ عشان تصرفوا صحة إنتوا ما قعدتوش تحاطوا بالطاقة السلبية وإن أنت فاشل أو أنت مش هتنجح أو أنت هتعمل إيه وعمل إيه هموم ومشاكل وقرف ابعد ، ابعد ، روّق ، تمام جهز خلطة الدفاع بتاعتك كويس جداً جداً ساعتك هتبتدي تظهر قدامك الحلول وبالتالي المعاجلة هتمشي تمام الأمور اللي كانت وقفة هتبتدي تتيسر وتمشي وتتحرك التجاهة طبعاً أحسن تمام طيب ، كوينز ، عملنا هنا الكارت ده أنا بيوحيني بحاجات النوع ده يعني حافظ على المعاجلة تمام أنا بكلم في المادة بقى دلوقتي على اللي تملوه اللي بيفكر البيع تمام أو بيفكر بردو اشترك وليه حاجة بتضحي بفلوس بردو فأنا أشوف الكارت ده بقول أجدوا البيع والشارع حافظ على المعاجل دلوقتي يمكن يكون البيع يمكن يسبب خسارة أو الشارع ممكن يكون مش وقته ممكن كانت شوية اشتريه بسعر أحسن قبل أي حاجة أحسن تمام الكارت اللي ما أشوفه هو حافظ على المعاجل تمام وبردو نقتصد نحاول إحنا نحاول شوية الدور تمام عندنا 8 of 1s يعني بداية شهر جاي بداية شهر سبعة الجوزير حيبديت لي بعيده أفكار كتير قوي 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 وده برضو هنتيجك لأن الأمور تده تتحرك تمام فهيبديت لي بعيده أفكار كتير قوي وإبداعات كده وابتدي يشوف الصورة بمنظور أحسن أو خليني نقول لكم المعنى الأضاق ابتدي يشوف اختياراته ايه ده؟ ده أنا عندي اختيارات ده أنا ده أنا ده أنا ده أنا ده أنا ده أنا بالضبط ايه ده أنا كان عندي الاختيارات دي وأنا مكنتش حالة كيف أكت حمار كده؟ كيف أضيعت الوقت ده كله؟ بس تفتكروا الجوزاء هايختار كده على طول؟ لا طبعا هايهات يا جماعة ده أنا هابا تفرج عليكم أخد ده أو ده؟ طب طب ده؟ لا 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 مش ده طب أعمل ايه؟ طب بس أصلي ده ممكن يبقى فيه؟ فهمين أنتو بقى الروشة اللي هو فيها دي؟ مش حالة فيه يأخد قرار بس اللي يهمني إن كده تبقى تشوف الاختيارات اللي عنك إيه ده فيه حلول؟ إيه ده الموضوع ده كانو يبقى حلو كذا؟ فإن اللمبة دي نهورت عندي حلوة جدا يعني حاجة حلوة قوي اختيارك بقى دي مرحلة تانية أنا بقى نتكلم كده بس خليلية وأتأتي لك نصيحة بالجوزاء لدي كارت قداني مواقود ورسالة واضحة ما خداش إن أنا يعني يعني أعديها ده هاي كريستس كده بحيد إيه؟ عشان تقدر تعمل الاختيار صحيح محتاج إن أنت تتواصل روحاً إيه؟ التتواصل روحاً يلي عمل إزاي؟ أو بالحاجة تقصر في ذلك على حسب ديانتك طبعاً الصلاة، صلي اطلق من ربنا، نور بغترتك إيه الأحسن لي يا رب؟ اختار لي إنتك، دورني إنتك الصلاة، التواصل تمام؟ دي هتلهمك، هتلاقي نفسك لوحدك كده بتميل الاختيار المياه تمام؟ فاشتغل على روحانياتك قوي كمان الكارت ده بيعيديه بالأحلام إنه الحمد لله وانت وماشاء الله الحمد لله وانت وماشاء الله وانت وماشاء الله كويس جدا الأحلام، انتبه لأحلامك لو جالك حلف معين بيديك إشارة خدي تستعمل الحل ده هيبقى بالنسبة لك كويس هيبقى هو ده ان شاء الله الإجابة بتاع الحيرة تمام؟ كمان في الآخر الحمد لله انت بقى قدامك اختيارات انت ممكن تختار منها عكس ما بدينا الشهر خالص حالة اليأس اللي تبدي بها أو مشهر ستبدي بها عندك تحسين كتير قوي 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 القرى هو بقى العاطفية نقول بجوزاء نرى الجوزاء عاطفية من أخبار قلنا شايفاء انه الجوزاء عنده هنا 7 points شايفانه هو ممكن يكون متراخي شوية وده ممكن بسبب الحالة انه كان فيها باول شهر انه هو تعبان مولا يعني خلص تعبان ياس فهو حبب بقى يريح مش قادر يبزل مجهود في العلاقة مش قادر يبزل مجهود في العلاقة الشريك الناحية الثانية يعني شايف انه هو بيمده بأمل يعني على قدم اميكانياته وعلى قدم ما ربنا يقضله لا بيمدك بالأمل بيمدد بحل وأفكار طبما نعمل كذا طبما نشوف كذا طبما نشوف كذا تعب حدا زيته يا جماعة سابورت حاجة كوية سرعة الجوزاء نفسه في ايه؟ الماجيشن بيوحي ببداية جديدة يمكن تكون حياة جديدة او خيان قول انه لما نشوف ندخل ممكن ناخد المعنى الحارفي للكرت السح انه هو حابب ويبقى مع عصصة سحرية اوه قلب الدنيا كلها غير حياة الوقصة ويبقى عنه هو القدرة انه يعمل كذا دي الحاجة اللي ممكن يكون شغلة بين الجوزاء ويفقر فيها دلوقتي الممكن بالمعنى الحارفي انه هو في غمضة عين كل حاجة تتصلح او تتغير او تبشي زي المصاهر او زي ما قلنا بداية جديدة او فرصة جديدة تجيله مفيش حاجة صعبة يا حبابي لو انت عايش بداية جديدة بداية جديدة في العلاقة بتاعتك ياسي فانتو دا ممكن جديدة تبجدي مع شركك وتبتدوا تزبطوا الحاجات اللي بتواعلي تزبطوها ومن بالنسبة لي ابسط حاجة وابسط طريقة الموضوع ده هي التواصل وهقول لكم ليه انا قلت كلمة التواصل دلوقتي طيب شريك الجوزاء نفسه في ايه نفسه الحاجة اللي تعبات وتعبى العلاقة خلاص تخلاص بقى واضح ان الكابل ده يعني مر الفترة اللي فاتت ويمكن ما زال بيمر بأزمة في العلاقة فيها مشاكل فيها سلبية فيها عدم تفاهم يمكن ده يكون الكيس بالظبط او ممكن يكون ذهقين فهو نفسه المخلص ده ليه في البقى الصفحة القديمة ويبقى صفحة جديدة الكارتين الدوني نفس المسج عارفين كيف يقول لجوزاء انت وشريكك في نفس المكان انت عايز بداية جديدة هو عايز يبقى الصفحة القديمة ويبقى من الاول فمش صعب خالص مضار فئدينا الجوزاء شريكو ازاي؟ عشان كنا بقول لك بقى التواصل انت شايف بيهرم او مش بيه وقه او مش وقف معك صح او مش بديلك او بيه تجنبك تمام؟ بيهرم طيب الشريكك بقى شايف الناحية التانية انه هو بيديلك التواصل اللي يقدر عليه يعني يدي امكانياتي وده اللي انا بقدر وهو بالنسبانه كده عمل اللي عليه بس انت مش شايفه انت شايفه بيهرم تمام؟ اقصر طريق التواصل حبيبي حبيبتي انا عايز اجنبي اكتر من كده انا عايز احس ان انت تدعمني اكتر من كده او بتدعميني اكتر من كده لازم يفهم لانه مش فاهم هو فاكر انه هو يعني فلا هو عمل اللي عليه و زيادة في حين ان انت مش شايفه اقصر طريق الكميونيكيشن ستريت لان واحد بس بلطف كده وبالراحة وبالجامل تمام؟ شايفك بقى شايفك ازاي يا كورجل شايفك طفول معنى الكرت طيب مش معناه الاحبل طيب معناه دبعا ممكن تكون شخصية طريبة جدا وعلى خوية جدا ممكن تكون حاجات صغيرة قوي يعني هي اللي بتساعدك يعني مش محتاج يبزل مجبود قوي عشان يبسطك لان هو بعرف ان حاجات قليلة قوي بتبسطك فبالتالي الشريك الناحية التانية بنتجي يبزل مجودة قد لان هو عارف ان حاجات صغيرة قوي بتحليك بتقبل شيء دي حاجة حلوة جدا جدا يا جماعة بس برضو لازم نعمل تشغل شوية بالشريك يعني ممكن نعمل شوية بسرط في التوقعات بحسنين ان فيه طراخي بقى انه الشريك بياخد الحاجات السهلة بيستسهل فهو شايفك كده انا كشفت بولك هو شايفك حاجات قليلة بسعيدك وممكن ممكن هتحكي عليك كمتين والدني حكي عليك طيب شخص طيب اربوكو متاخدوش طيبين فور برانتد ماتاخدوهمش بالمحمد طيب ده بالعكس مفروض تديه اهتبام اكتر ممكن يكون معناه حاجة تانية كمان ان هو شايفك الوربيتو بيبقى خطر قدامك وده برضو شكل من اشكال عفوية بالطيب عمونا هو شايفك بصورة بايزة بس لو هي تل كيس انك انت حاجات قليلة تسعيدك وهو لا يريح لا يمكن يشغله شوية الطغمة بينكم لا فيها عطاء فيها حب تزيد او تقص او الموضوع النسبي اللي هو انا قلصنا عمثل علي انا حاولت ادليك فيهم انا قلصت لا 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 يحتاج كذا يبتدي هو يشتغل عليه بس هو عنده استعداد للعطاء و عنده استعداد انه يبتدي بداية جديدة او انه يساعدك تقفل الصفحة القديمة اللي كانت تعذبه الشهر ده المرحلة قوي ماشاء الله يعني يمكن اكون انا سبب ان نبكدين نتواصل وبالتالي نبكدين نعمل لبعض اللي احنا عايزين وبالتالي نوصل للساعة ده تمام طبعا ده شكل من اشكال ده رجوع للناس اللي فاصلوا له هيسألوني ويرجعوا ويعودوا وبيبقى بجوع كمان حلو ويعني فيه فرح فيه احتفال تمام بعدين شهر سبعة وثمانية او يعني نصف سبعة نصف ثمانية انا شايفة ان الامور يعني عارفين اللي هو فرحة البدايات بتبتدي تنزل شوية فبداينا بقي في حالة التراقز هيا بقى 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 هيا هيا بقى ه què blew e Dec اجمال ب 하지만 فهناك قصدي، هناك قليل حالة حظر حظر، حسنا؟ لكن الحمد لله، لا شكرا